فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحاق ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنوا إسرائيل أفضل العجم لما فيهم من النبوة والكتاب فمتى ثبت الفضل على هؤلاء فعلى غيرهم بطريق الأولاء وهذا جيد نعم وكذلك لا ننكر أن في بني أن في بني إسحاق فضلا ومزية على غيرهم لأن فيهم كتاب الله التوراة والإنجيل وفيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نبوة والكتاب ولكن لا يعني هذا أن الخير محصور فيهم بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى يتيه من يشاء والإنسان يتبع الحق المسلم يتبع الحق سوى أن كان معه أو مع غيره لا يتعصب لقبيلته أو لبلده أو لهواه وإنما يتبع الحق مع من كان ترجمة نانسي قنقر